أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول عندها ابن عمره 17 سنة تقول أنا مريضة هل يجوز يعني أن ينام معي في نفس السرير أختي أم أحمد بارك الله فيك و رضي الله عنك و شفاك الله و عافاك الأصل بارك الله فيك بأن الولد عندما يبلغ عندما يكون عمره عشر سنوات يفرق بينه وبين أخواته في المضاجع و النبي عليه الصلاة و السلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين و فرقوا بينهم في المضاجع و يظهر والله أعلم أن الأم أيضا تأخذ الحكم نفسه بمعنى أن الولد إذا بلغ فإنه لا ينام مع أمه في فراش واحد لا ينام مع أمه في فراش واحد أما إذا قلت لي بأنك مضطرة و ليس عندك مكان آخر وأنت مريض مرض تحتاجين فيه إلى من يساعدك و يعاونك ولا بد يكون قريب منك يظهر بأنه لا حرج في ذلك ما لي الضرورة الحاصلة أما إذا لم يكن ثم ضرورة وتستطيعين أن تنادينه فيكون في سرير آخر بارك الله فيك اشتركوا في القناة